سايما بننتقد الحكومة لما بتعمل أي تصرف أو سلوك بنجد أنه هو في جزء خارج عن الصياق أو أنه يدرب المواطن زي ارتفاع أسعار زي تسعير جديدة ارتفاع بنزين بنقعد ننتقد الحكومة بشدة بل أحيانا بننتقد رئيس الجمهورية لو خد أي قرار ما نرى أنه سيؤثر على صالح الناس والعباد لكن في حد فكر أنه هو ينتقد سلوكياتنا كمواطنين لا الإعلام عادة بيجي عنده المواطن ويبدأ يطبطب يبدأ يخاف لأنه ده زبون ده زبون اللي بيتفرج عشاشة وده زبون اللي بيقرق برنان لكن في مواقف أو في سلوكيات احنا فعلا لازم نواجه نفسنا بها احنا عملنا آه ثورتين وأسقطنا النظامين بس كان ناقص ثورة ثورة أنه كل مواطن مصري يسور فيه على نفسه على سلوكيات وتصرفات تعال ندخل في الموضوع على طول الموضوع زي ما حدرتك شايف أنه وزارة الكهرباء السنة دي وفي خلال شهر الصيب وفي خلال شهر رمضان ما أسرتش النور الحمد لله تقريبا منتظم بنسبة كبيرة جدا رغم ارتفاع درجات الحرارة لكن وزارة الكهرباء اللي وعدت بيه لقناه ببقاش فيه بقى انقطاع الطيار وتخفيف الأحمال وتشغل ساعة وثلاث ساعات لأ وعلى هذا يستحق وزير الكهرباء وعلى كل العاملين في وزارة الكهرباء الشكر على ده لكن أريت خبر على موقع بوابة الأهرام اللي فت انتباعي قلت ازاي ده بيحصل لسه آه أنا مستوع بالنه بيحصل بس بالكمية دي إيه الخبر اللي أريته وزارة الداخلية أعلنت على إنها في خلال الثلاث أسابيع الأولى من رمضان لعشين يوم اللي فاتوا بس زبطت اللي قدرت توصله مية وتمانين ألف حالة سرق الطيار كهربي نرجع تاني خلال عشرين يوم السادة المواطنين سرقوا طيار كهربي مية وتمانين ألف حالة لو أسمت المية وتمانين ألف على العشرين يوم هيطلع لك إن إحنا عندنا يوميا في شهر الرمضان تسعة تلاف حالة سرق الطيار كهربي طبعا تسعة تلاف حالة رقم كبير بس عايزة أقول لك بقى إن دا اللي قدرت وزارة الداخلية توصله بمعنى إن فيه على أطراف الكرة والنجوع والصعيد والمراكز وغيره سرق طيارات كهربائي بالهبل لكن وزارة الداخلية لم تصل ليه وزارة الداخلية بتقولك في التقرير بتاعها اللي نشرته الأهرام إن أكبر سرق طيار كهربي موجود فين في القائرة والجزة والأليوبية تاني القائرة والجزة والأليوبية يعني سرق طيار الكهربي في العاصمة الكبرى أصبح عيني عينك عيني عينك ما بقاش فيه مشكلة بقى فيه إن أي واحد يقدر يعد على عموده النور ينزل سلك كهرباء ويعمل لنفسه نصبة الشاي أو بيعت كشك السجاية وسلام عليكم ولا حد حاسس بأهمية ده أو خطورة ده أنت عارف كمية سرقات الطيار الكهربي موضية مصر في داهية السنتين ثلاثة اللي فاته لأن فيه عشوائيات كتير انتشرت طيب إيه الحل وزارة الداخلية عملت دورها إنها لما بتلاقي حاجة مخالفة على طول بتروح موضيها لمباحث الكهرباء ونيابة وغيره بس هل هو ده الحل هو طبعا فيه درجة من درجات التخويف والعقاب الحل رقم واحد أنا شايفه إن إحنا لازم إن إحنا نبدأ نغير سلوكياتنا هو إنت ليه النصبة دي هو إحنا ما ينفعش نقدر ناخد ترخيص هتقول الحي أو مش الحي هتحاول إن إنت تاخد ترخيص لأن معظم سرقات الطيار الكهربي هتلاقي فيه جزء منها وإحنا من سكان الجيزة والأكتوبر هتلاقي إنها عبارة عن ضواحي مساحات واسعة أراضي فاضية إنت بس بتدور على أقرب عمود كهربا إن إنت تسرق منه الطيار الكهربا لماذا لا نحصل على عددات طب ليه وزارة الكهربا ما ترخصي لهؤلاء بعدات يعني على الأقل نقنن الجريمة شوي مش بنسمح بيها بس على الأقل لعداد مؤقت يسبح للدولة إنها تعرف الطيار الكهربائي ده اللي هو كان مسروق كميته قد ديه الحاجة التانية بتدخل موارد للدولة لكن استمرار عمليات السرقة وإن إنت بتلقيها إن الحل عند وزارة الداخلية أقبض على الحرام ده وديه ما بحث الكهربا بشكرا ده مش حل هيظل السرقة خلي بالك أنا حسبتها قلت يعني إنت بتتكلم في ربع مليون سرقة في الشاه يعني ثلاثة مليون حالة في السنة ده رقب كبير جدا ده يقع بلد عشان كده كان أحد أسباب استمرار انقطاع الطيار الكهربائي أحد الأسباب خلال السنة اللي فاتت كانت سرقات الطيار الكهربائي الحكومة النهاردة وزارة الكهربائي بعندها إنتاج بالفائض وده اللي مخلينا مش حاسين بالأزمة لكن هرجع وأقول تاني أن الحل ليس في يد وزارة الداخلية وزارة الداخلية مشكورة بتعمل دورها بس إحنا كمواطن أيضا عليك تسأل نفسك يعني هقولك إيه يعني ده أنت جهارا نهارا أنت بتسرق مال عام عارف يعني بتسرق مال عام وفي رمضان يعني حاجة بشعة وبتكمل سيامك وتروح تصلي عادي وممكن تكون كمان بتصلي الترويح وتختم القرآن وإنت بفكر سرقة الطيار الكهربائي ده حاجة عادية ده أنت مش بتسرقه من شخص أنت بتسرقه من مئة مليون المئة مليون دول يوم الإيامة هيجوا يقولك حقي يلا يا عام أحلو بقى حاسب المئة مليون يا باشا من حسناتك إن وجدت طيب إيه اللي لازم نفكر فيه واحد إن إحنا نرشد الناس نقول لهم اللي بيعملوه ده غلط هتيجي تقولي ما هم عارفين رقم اتنين إن أنا عايز برضو يبقى فيه تسهيلات من الحي تسهيلات من الحي تسهيلات من المحافظة لمنح الناس دي ترخيص أكشاك يعني هو عايزه في منطقة قوله إحنا فاتحين في منطقة تانية تقدر تقود فيها الترخيص وزارة الكهرباء تعمل للناس دي تقنين اللي لسه ما حصلش على ترخيص كوشك نديله ترخيص عداد على الأقل أبدأ أحصر المسائل بصراحة خبر يغيز وعشان كده أنا ما زلت أرى إن المصريون ساروا على نظامين حق وأسقطوه لكن ناقص الثورة الكبرى أهيألة وهي الثورة على النفس